بعد دخول العراق في دوامة الديون والاقتراض الخارجي خبراء في الشأن الاقتصادي يطرحون عدة خيارات من شأنها أن ترفد الاقتصاد العراقي بمزيد من الموارد المادية أهمها مخاطبة منظمة أوبك لزيادة حصة العراق في مبيعاته النفطية إضافة إلى الاتفاق مع إقليم كردستان بشأن موارد المنافذ الحدودية في الإقليم دخول بمفاوضات مع منظمة أوبك لزيادة حصة العراق النفطية أنا أعتقد أنه من الضروري جدا نحن المشكلة الآن العراق هو يبيع أقل من حصة النفطية حصة النفطية مليون وثمانمية هو الآن في شهر الأيلول كان مليون وستمئة ألف برميل فرق ميتين ألف برميل عن الحصة الرسمية عادة النظر بالعلاقة مع إقليم كردستان يعني كثير من الموارد الإقليم لا تعود إلى الحكومة المركزية سواء صادرات النفط الميتين وخمسين ألف برميل أو الإرادات القمرقية عبر منافذ الإقليم عجز كبير يواجهه العراق لأول مرة في تاريخه ويبدو أن الحكومة ليس أمامها من خيار سوى الاقتراض الخارجي أو الداخلي في خطوة اعتبرها متخصصون بالشان الاقتصادي تعبر عن ضيق الرؤية الاقتصادية للحكومة باتخاذها حلولا غير مجدية الحكومة العراقية لم تشهد عجزا بهذا القدر الكبير الذي تجاوزه خمسين مليار وأعتقد اليوم الحكومة تتجه باتجاه المنقذ لسد هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي وهذا حقيقة ليس حلا بل يبين بأن ضيق رؤية الحكومة إذا ما بنت بناء السياسة المالية للدولة العراقية بخصوص الاقتراض مهما كانت الحلول المطروحة لرفض الاقتصاد العراقي بمزيد من الموارد إلا أن مهمة إنعاش الموازنة ليست بالسهل أبدا في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير فضلا عن تفشي وباء كورونا